اشتركوا في القناة عبدالله الخليفة مدير ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية واكد معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة ان قانون العقوبات البديلة جاء بفضل توجيهات صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفي سياق حرص جلالته على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان واستمرار تطوير كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية المواطن والنهوض به وتعد هذه الندوة الثالثة من نوعها ضمن سلسلة الفعاليات التي تعقدها السفارة حيث قدم معالي السفير عرضا لمسيرة مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الانسان اضافة لانشاء جهات الرقابة الحقوقية لمتابعة تنفيذ القوانين ومنها قانون العقوبات البديلة في مملكة البحرين والذي يعتبر من البرامج الرائدة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر